انا عايز افكر حضراتكم بيعني قصة انسانية بطالها شاب صغير يعني طالب في التالتة سنة وازهاري انا كلمت حضراتكم عنه قبل كده اللي هو سلمان فريد حسن عطف سلمان ابن القرية بتاعتي والحقيقة القرية عندنا والقرى المجورة في حالة من التضامن الانساني الكبير جدا هو راح دي مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة وصل لي مركز الدكتور مجد يعوب وقالوله انه حالته تستدعي السفر الى الخارج لانه يعني حالة القلب بتاعته متأخرة جدا ويحتاج الى عملية في الخارج العملية مكلفة جدا وسلمان في النهاية يعني ابن اسرى مصرية زي اسرنا كلنا فالناس عندنا مثلا في المنطقة في مركز الزرقى يعني الناس في القرية عندنا في الزعترة والناس جنبنا في شرمساح وفي ميت الخولي وفي كفرة اي وفي الزرقى لم يتأخروا وقرروا انه هم يجمعوا يجمعوا ما يقدرون عليه عشان يسهموا في صفر سلمان انه يتعالج فيه الخارج وناس مش مقصرين وناس عاملين مجود كبير جدا لكن المبلغ اللي مطلوب كبير ومحتاجين انه يعني اذا كان في استطاعت الدولة انه تسفروا على نفقتها للخارج فهو في النهاية ابن من ابناء هذا البلد وحقه ان يلقى العلاج طالما انه موجود المؤسسات مجتمع المدن الحقيقة اللي لا تتأخر يمكن ان تساهم لان احنا قدام حالة مجتمعية الناس بتساعد يعني الناس ممكن تبقى شايفة انه والله الدولة يعني في حالات كتيرة جدا زي سلمان فالناس اتطوعت وبتتبرع وعملين حاجة يعني رائعة جدا الحقيقة فانا بدعو انه الوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد انها تتبنى حالة سلمان انتشوف اذا كان يمكن له ان يسافر عنفقة الدولة للعلاج او اي من الجامعيات الاهلية يتقدم لده ويدعم حتى المبلغ اللي بيجمع عشان سفره وعلاجه اتمنى انه نجد استجابة وانا بحطيت الحالة قدام حضراتكم وان شاء الله ان شاء الله يكون في استجابة سريعة لهذا الموضوع اشتركوا في القناة